تبع التجميل إمتى الطفل أو البيبي يتعمله تجميل يعني أستنى لما يكبر ولا هو بيبي كده لا يعني في حاجات يعني مش كل ما فيش قاعدة عامة بتخضع لي يعني مثلا لو أنا عندي حاجة هجملها في منطقة الوجه الأطفال كل ما بنكبر كل ما عظم الوش بتاعنا بيكبر وبيتغير شكله وبيتغير ملامحه وبالتالي الانتظار في بعض الحاجات اللي زي كده هيبقى أفضل لإني هنتظر لغاية ما أخد الشكل النهائي وشوف أنا عايز أجمل إيه أو أغير إيه وفي حاجات لأ لإنها هتأثر على وظيفة وبالتالي تدخل فيها عادة بداية من 6 شهر أنا بفكر حضراتكم بأرقام تليفونات مستشفى جراند على الشاشة للي عايز يتواصل ويتابع مع الدكتور ممكن يتواصل على الأرقام اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة نرجع دكتور لموضوعنا عايزين بقى نعرف إيه أكتر الحاجات دلوقتي اللي بقيت مشهورة يعني أكتر حاجات بتجيلك إن هي داعي بخلقي عند الأطفال وبقت كتير دلوقتي إن جراحتها كتير يعني ما زي ما قلت الحقيقة هو الجهاز البولي والتناسولي باي فار هو أشع حاجات بنشوفها بداية من الطهارة سيمتلي يعني إجراء الطهارة للولاد المفروض إن يعملها جراح الأطفال فتق إيرابي خصية معلقة كيس مايا على الخصية عيوب مجرى البول أحيانا كتير كتير ده بيحصل كتير قوي الأم بتكلمك ابني عنده اللسان بتاعي مربوط اللسان مربوط يعني إيه ده يعني إيه يعني الطرف اللسان شابك ببند بيضة كده رفيعة مسكة في قاع الفم وبالتالي منع اللسان إنه يتحرك على فكرة الناس فكرة إنه يتحرك لبرة لا هو يتحرك لفوق هي دي اللي بتبقى مشكلة كبيرة عشان كده هيبقى مؤثر أحيانا في بعض الأطفال في الرضاعة ومؤثر لما البيبي ده يبتدي يتكلم فنطق حروف يعني إذا جردت حيك تقوليه اللام اللام دي عشان تقوليها لازم لسانك يطلع يقفل في سقف الحلق فوق علشان الحرف يطلع مظبوط فده هيأثر على نطق بعض الحروف مشكلة القصة دي إنه إحنا ما عندناش في الكتاب في الطب مين بقى الطفل اللي عنده البند دي حتأثر 100% فلازم تعملها ومين اللي مش هتأثر فممكن تسيبها فبتبقى القعدة العامة إحنا بنقول للأهالي كلهم نوفقها لإنفقها سهل جدا جدا يعني لو البيبي ده أقل من شهرين إحنا بنعملها في العيادة من غير تخدير نعملها في العيادة من البيبي دائما يروح في البعض لدك